وصلت إسرائيل جراء التخبطات التي مرت بها خلال العامين الأخيرين إلى دورة انتخابية رابعة كان آخرها معركة انتخابية حاسمة عمل فيها نتنياهو على مكره السياسي للوصول إلى الناخبين العرب في حملات إعلانية باللغة العربية ليكون رد المواطنين العرب تمزيق بعض هذه اللافتات في بلداتهم النسبة في مدينة الناصرة كان ضئيلة من الصباح الباكر 12% حتى ساعات المساء وصلت ذروتها 40% التصويت كان هناك حوالي 60 ألف مصوت في مدينة الناصرة صوت 23 ألف مصوت وقد حصلت القائمة المشتركة على 15 ألف صوت وهذا انتصار في مدينة الناصرة ولكن اليوم نرى القائمة المشتركة حصلت على ست مقاعد اليأس داخل القرى والمدن العربية ليس فقط من فترة الكورونا والاقتصاد ولكن أربع انتخابات في عامين يا أخت نسرين أربع انتخابات صعبة في عامين أن تخرج الناس إلى التصويت وأيضا عمل الذي عمله نتنياهو بشق الصف العربي بشق الموحدة من المشتركة ولكن نقول لك نحن وأقول لك بكل طوادع نحن كحزب جبهة دفعنا الغالي بهذه الوحدة اليوم ترين ست مقاعد ولكن الجبهة قوتها خمس مقاعد ونص وعلى ذلك آثرنا وعملنا كل جهدنا اللي يكون هناك مشتركة ودفعنا الغالي والنفيذ اليوم أن نحن داخل القائمة مشتركة ثلاث مقاعد ولكن ست مقاعد اليوم علينا الخوض غدا للعمل سويا الأحزاب العربية للعمل سويا داخل أرويقة الكنيسة من أجل مصلحة الشعب من أجل مصلحة المواطن العربية داخل البلاد والرجوع والحسابات الرجوع لغدا أن نكون هناك قائمة مشتركة تشمل جميع الحزاب العربية شهد الثلاثاء يوما طويلا خاضت فيه الناصرة إقبالا على التصويت منذ ساعات الصباح لتبلغ نسبة التصويت حتى الظاهرة 12% واستمرت النسبة بالارتفاع حتى ساعات متأخرة في النهار لتحصود المشتركة أكثر من 15 ألف صوت بمقابل الموحدة 5000 صوت اللي بقولش نتنياهو إنسان ماكر وإنسان ذكي هذا بيكون إنسان مش واقعي اللي خلائني شق القائمة المشتركة وأحزاب كبيرة مثل العمال وكحول لفان اليوم ليس لها وجود في فترة العنف في المسيرات رأيتي على رأسها كان الرفيق أيمن عودي داخل المسيرات وإغلاق الشوارع وإغلاق شارع ستي والمشي مع أمهات الثكالة من حيفا إلى القدس ورأيتي بالنسبة لمشكلة العنف المسيرات في أم الفحم كان على رأسها القائد الدكتوري الجبرين دائما بين الناس هناك أعضاء كنيسة غير موجودين ولكن هذه لعبة سياسية وقد لعبوها واليوم انتصر نتنياهو في هذه المرحلة بعد الأحداث الأخيرة التي عاشها المجتمع العربي كان هناك تقاعصا واضحا في ساعات الصباح للإقبال على صناديق الاقتراع والإدلاء بحق التصويت مما دفع القيادات في الأحزاب العربية ورؤساء السلطات المحلية إلى دفع الناس وتشجيعهم عبر إطلاق مكبرات الصوت ووسائل التواصل الاجتماعي للخروج لصناديق الاقتراع